تقول هذه تقدم لخطبة الشاب والده مستفيد من قرض رباوي وهو يعمل عند أبيه فهل ماله حلال أم هو حرام علما سيدي أنه يبني في منزل من مال أبيه إذا كان باباه هذا القرض رباوي أو ديره في هذه المؤسسة فماله حرام ومال ولده حرام ولكن حاولي تفهمي نفترض ونمثل راجل عنده حانوت حانوت يبيع مواد غذائية ولده يخدم في هذه الحانوت على مواد غذائية ماله حلال ومعد راح هذا القرض رباوي شرابها حافلة ويخدم النقل النقل بين الولايات شفتي كيف اسمه وليده أو يخدم عند باباه بصعب في المال حلال الآن هذه المسألة إذا كان هكذا رجل عنده جهة رباوية وجهة حلال وليده يخدم عنده في الحلال فماله حلال والبنية ليريبنيه حلال والصداق ليعطاه لك حلال أما إذا كان يخدم عند باباه في المؤسسة الربوية لأموال الربا جابها من أجلها فماله حرام اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المث ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم مال إذا كان هذا الرجل يسمعنا توقف عن الربا وراك تأكل الربا وتوكل في وليدك الربا وليدك واخطب مراحي جبه يوكلها الربا ويقعد الربا في السلال انتعك إلى يوم القيامة حسبنا الله ونعم الوكيل